فلما تنازلت عن القرآن واستبدلت به غيره أصبحت أمة تتنهشها الأفكار الهزيلة والهشة واستسلم كثير من أبنائها للأفكار الوافدة وإن خالفت ما عليه هذا الكتاب العزيز فمن ذلك أن منهم من يقول بأن هناك حرية أديان ما معنى حرية الأديان يعني هؤلاء من شاء من هؤلاء البشر من شاء منهم أن يتدين بالإسلام تدين وإن شاء لا يتدين به فلا يتدين والله جل وعلا لا يكره العباد على دخول دينه وأولئك لهم حرية دينهم وليس لنا أن نجبرهم أو نكرههم على دخول ديننا فلهم دينهم الذي يتدينون به ولا نتدخل فيهم ونستفي بمخالقتهم بالحسنة وهذا الكلام باطل عاطل بل فاسد كاسد لأن الله جل وعلا ما شرع القتال للملل الكافرة إلا لإدخالها في دين الله تبارك وتعالى على أن القول بأن حتى أن منهم من قال بأن الفتوحات الإسلامية هذه خطأ لأنهم احتلوا أراضي الغير وأجبروهم على ترك دياناتهم وخطأوا الفتوحات الإسلامية والدعوة الإسلامية وهذه التخطئة دالة على انتكاس العقول لماذا؟ لأن أيها الإخوان الأرض أرض الله وهو مالك وملك الدنيا والآخرة يملك رب العالمين وملك الكائنات جميعا فله أن يأمر وينهى في ملكه كما يشاء ومما أمر به أن يكون الدين كله لله وأمر أن يدخل الناس في دين الله وليس لخلق الله أن يعترضوا على الله فأنت مثلا ليس لمرئ أن يأتيك في بيتك ويقول احجز لغرفة باسم الحرية الحرية الشخصية لو آتك آت في بيتك بيتك في أربع غرف وجاءك جائن وقال خذ ثلاث غرف ولي غرفة باسم الحرية الشخصية وليس لك أن تنازعني في ذلك من الأمر البداهي جدا أنك لن توافق وستعترض وستقيم الدنيا ولن تقعدها وتقول هذا بيتي وهذه الملكية التي تشهد أن البيت بيتي ولا يحق لك في امتلاك شبر من أرضي وستعتبر هذا مصادرة لحريتك ومصادرة لملكك وانتزاع لملكيتك ستعتبر هذا هذا أمر بدهي الله جل وعلا رب هذا الوجود يقول بأن الملك ملكي وأن هذه الممتلاكات لي وقد شرع سبحانه أمر أمرا تشريعيا لا تكوينيا لأن يكون الدين لله والفرق بين الأمر التكويني والأمر التشريعي أن الأمر التكويني أمر لاختيارا للمأمول فيه كجريان الشمس والقمر والمجرات والأفلاة هذه أمرها الله بالجريان على هذا النسق أمرا تكوينيا لاختيار لها فيه أما الأمر التشريعي فأن يأمر الله تبارك وتعالى بأمر ثم يفوض لعباده تنفيذه يشرع أمرا ثم يأمر عباده بتنفيذه فإما أن يطيعوه فيسعدوا أو يعصوه فيشقوا الله جل وعلا أمر أمرا تشريعيا بأن يكون الدين لله وأن المؤمنين عليهم أن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى غيرهم القتال وغير القتال أساليب من أساليب الدعوة لكن القتال ليس هو أول أسلوب من أساليب الدعوة لأن الله تعالى في كتابه العظيم قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن فلا تختزل الدعوة ولا تحصر في السيف والقتال فقط وإنما القتال أسلوب يستخدم مع من يستحقه فقط فإذن هذا الأمر الذي يجب أن يكون حاضرا في الأذهان في أذهان لا سيما المتثقفة من أبناء ملتنا وجلدتنا ممن يرون أن الأرض قد تقاسمها البشر وكل له حرية التدين في القسم الذي يعيش فيه ويحيا كلا على العباد والبشر أن لا ينسوا أن الكرة الأرضية والعالم صفليه وعلويه كله لله سبحانه وقد شرع لكم دينا تتدينون به أمر أمرا تكوينيا الكون من حولكم أن يكون مسلما وأمركم أمرا تشريعيا أن تسلموا فإن امتثلتم أمور ربكم والتزمتم شرعته ودينه ومنهاجه استقامت لكم حياتكم كما استقام الكون الذي امتثل أمر الله باضطراره